نتابع هذه المحاور رفقة المحلل السياسي والأستاذ الجمعي دريس قصوري الذي يسعدني أن أستضيفه مباشرة في الأستوديو سيد دريس مرحبا بك أهلا نوصا يعني قراءتكم لانتخاب إلياس العمري أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم ما دمنا نتحدث عن نتائج مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة فبالنسبة لي هذه النتيجة أعتبرها نتيجة منطقية بالنسبة لهذا الحزب في هذه طبيعية منطقية وطبيعية بحيث أن أعتبر بأن الحزب اليوم باختيار إلياس العمري أمينا عاما أنه سيعود الحزب إلى الوضعه الطبيعي على مستوى القيادة وأظن أن العمري هو رجل المرحلة طيب يعني ذكرتم الآن للتو يعني أن هذا الانتخاب وضع طبيعي داخل الحزب يعني هل من توضيح في هذا الشأن ما هو الوضع الطبيعي؟ هذا الوضع الطبيعي كون أن العمري من بين الأوائل القليلين الذين بدروا وزرعوا بدرة وفكرة الحزب أولا حتى قبل نداء لكل الديمقراطيين وأثناءه ثم في المرحلة الأولى لقبل المؤتمر الأول والمرحلة ما بين المؤتمرين الأول والآن ثم أن كان له حضور فاعل وقوي ومتابع دائما ومستمرة لشؤون الحزب ويدافع عنها بقوة وتحمل المسؤولية بشكل صعب في ظروف صعبة وحاسمة واستطاع أن يتجاوز كل هذه الصعوبات وإذا ما أردنا أن نؤرخ للحزب في هذه الفترة يقارب عن عشر سنوات يمكن أن أقول بأن مرحلة ما أسميه الباءات الثلاثة السادة بن عدي وبيد الله والباكوري كانت مرحلة انتقالية في صيرورة الحزب على المستوى التنظيمي وعلى مستوى القيادة اليوم نحن أمام بانتخاب إلياس العمري تعود الأمور إلى نسابها ويتم تجاوز هذه المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة المستقبل وكذلك أن هذه المرحلة بانتخاب إلياس العمري يتم تجاوز مرحلة الازدواجية القيادية لأن في السابق الكل كان يقول بأن الحزب يصير بقيادتين بل إن العمري هو قيادي الحزب الحقيقي فاليوم تتضح الأمور وأظن أن هذا الوضوح ستكون له آثار على مستوى الحزب نعم طيب هل ستكون الآن لهذا الانتخاب أبعاد سياسية وتنظيمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة برأيك؟ بكل تأكيد أنه ستكون مرحلة الفرز الآن بدأت بشكل واضح على مستوى الحزب وهذه المرحلة كان يمكن أن تقوم تم ترحيلها من المؤتمر الثاني إلى اليوم ستكون هناك آثار وانعكسات على مستوى الحزب على مستوى الوضوح الهوياتي للحزب أنه سيكون حزب يساري الصرف على مستوى المرجعية أظن اختيار وانزياح هناك اختيار نحو الديمقراطية الاجتماعية عوض عدم الوضوح في الديمقراطيات أو الميل إلى الديمقراطية الليبيرالية سابقا كذلك سيكون وضوح على مستوى اختيارات وأهدف ومشاريع الحزب وسيتم حسم بعض التناقضات الاجتماعية في التركيبة الاجتماعية للحزب وهذا أساسي طيب ما هو تأثير وانعكسات هذه التحولات على المشهد السياسي المغربي وتأثير ذلك كذلك على التحالفات السياسية في أفق الانتخابات المقبلة هذا التأثير نتمنى أن سيكون هناك تأثير بحيث اليوم الفرصة مواتية لأن نخرج في المشهد السياسي المغربي من وضع الهجنة ووضع الفسيفساء إلى وضع أقطاب واضحة وصريحة يمكن أن يكون هناك قطب محافظ حولهم جمعة من الأحزاب وقطب حاداتي حولهم جمعة من الأحزاب حتى تتضح الرؤية عند المغاربة وحتى يكون هناك إمكانيات للاختيارات بالنسبة لتصويتهم ولمشاريعهم أفضل من السابق أما بالنسبة للتحالفات فأنا رأىها لحد الساعة فهي مفتوحة بالنسبة لحزب الأصلة والمعاصرة من داخل الأغلبية ومن داخل المعارضة أي من خارج الأغلبية أغلبية نعم طيب تم أيضا اليوم انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري يعني رئيسة للمجلس الوطني للحزب تعقيبكم أظن أن هذا أعتبره تتمينا لدور المرأة السياسية بشكل عام في المجال السياسي وأيضا يعكس ويجسد تصور الحزب نحو المرأة وهو يؤكد تكتيل وترصيد مجهود المنصوري بخصوص أنها كانت مسؤولة في جهة معينة واستمرت على مستوى الأداء السياسي وبالتالي هنا يتم تكتيل مجهودها على المستوى العمودي انتقال من ما هو أفقي وتحبيلها مسؤولية وربما لما لا تحضيرها لتحمل شأن السياسي على مستوى الأمانة العامة طيب سؤال الأخير يعني أستاذ دريس إذا كان ما تمخض عن المؤتمر سيفتح الباب أمام ربما نحو تقاطبات قوية بين أو في الساحة السياسية المغربية ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للمغاربة في هذا الشأن باختصار لو سمحت من أجل أن تتحسن ليتحسن المجهد السياسي المغربي أقول إذا كان بإمكان اليوم فرصة لقطب معين وقطب آخر من أجل التداول فهي فرصة أيضا أمام المغاربة لتحسين اختياراتهم ومواقعهم كي لا تضيع أصواتهم في الانتخابات والاستحقابات المقبلة ويكون لها معنى في المرضودية السياسية ولا تضيع بين أحزاب هنا وهناك نعم ويجب أن يكون الجميع إذن واحدة لخدمة المغرب والمغاربة خزيز ديمقراطية بالفعل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ذريس قصوري شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا لذلك